صباح الخير كمان منحكي عن التطبيق بعد ما بتم تنزيله بالطريقة اللي شفناه بالفيديو السابق في عنا طبعا بصير على السطح المكتب على الموبايل ايقونة التطبيق طبعا مجرد ان اضغط عليها بيفتح التطبيق اللي هو اللعبة اللي شايفينها طبعا اكتبوا اسمي بحاول انه يكون بالانجليزي بس حاليا طبعا موضوع تجربة هو بالنهاية يعني هاد بنتمنى انه ما يكون الانتقادات حول المحتوى او حول بعض الاخطاء التي يمكن تخطيها يعني منها بجوز انه الخط صغير منها انه كتابة الاسم هتكون بالانجليزي طبعا فيه كلمة مرور كلمة المرور هي بالارقام بالارقام واحد لا التسعة وصفر وطبعا نضغط هون طيط البداية طبعا هنلاحظ انه هو مستوى اول للعبة لفل وان طبعا المقدمة انه نبدأ من هنا خمس اسئلة تتعلق حول موضوع واحد وهو السرعة والتسارع طبعا اضغط على الرقام والاجابة صحيحة بياخد جائزة الم الطال المتسابق وعشر درجات الارناب ثم يتوقف فهو توقف فلاحظ كيف لما بيختار فيعطينا الرقام وصير له هالحركة هاي الارناب يجري بسرعة فهو يزيد من سرعته طبعا مجاوب هلا كله صح حقول انه اذا جبت خطأ حيعطيني خطأ بس خلينا ماشي بالصحة لا اولا اذا كانت تزداد باستمرار فان السيارة تطباطة طبعا لا الجواب خطأ فاخد صار اربع اقلام واربعين درجة قم بسحب العبارة طبعا الى المربع طبعا هنا لانه انتهينا الاسئلة اللي هنه خمسة فالجائزة كانت تاج فالمستوى الاول انتهى اخد وبينتقل للمستوى التاني مستوى التاني ايضا حكون مثل المستوى الاول لكن باسئلة اكثر تعقيدا يعني مثلا هون ما هو السرعة ما هي السرعة ما هي تعريفة فهي المسافة المقطوعة في وحدة الزمن بعدين عنا التسارع هو زيادة في السرعة او تغيير في السرعة او تقليل فلاحظ كيف واحدة قياس السرعية متر بالثانية لاحظ كيف عم ينتقل السرعة والتسارع هي طبعا خطأ بينتقل ضمن وقت يعني هون التوقيت للعبة هو بتوقيت كل سؤال فالسؤال معه فقط ثواني بينتقل للي بعده ما بيكون عنده وقت إلا انه يقرأ ويختار فالاختيار بيكون للمرة واحدة طبعا نجح اخذ الاقلام واتاج المستوى الثالث ايضا نفس الفكرة فهينتقل له وتكون الاسئلة اكثر تعقيدا فلاحظ كيف إذا قطعت السيارة فما هي سرعتها هيختار أنه هي خمسين كيلو متر بالساعة لأنه هيقسمع اثنين وحياخذ النتيجة لاحظ كيف بينتقل لحاله أبدا بدون ما تضغط شي تسارع سالب إذا كان الجسم يطباط طبعا لاحظ كيف ياخذ العلامة هنا وإذا كانت الجسم سابت فتسارع صفر علامة كل سؤالية عشر العلامات وهي العلامة اللي عم تزداد لحطة تصير خمسين إذا تغيرت سرعة جسم بنفس المعدل فإن تسارعه متغير نقول نعم فأخذ أيضا أربعة وكان شايف علامة السؤال فلاحظ الآن التسارع هو متر بالثانية مربع فأخذ تاج كونه أكمل المستوى والآن انتهت اللعبة وأخذ طبعا جوائز هي هدايا فيه طبعا يرجع لنقطة البداية نقطة البداية يرجع يعيد فإذا كان نرجع طبعا إجباري بدنا نوضع كلمة المرور ونحاول أنه الآن نرسب بالمستوى الأول يعني ما نجاوب صح فهنا الجواب خطأ ما أخذ ولا علامة ولا جائزة هنختار أنه هذا أجاب فأخذ عشر درجات شايف كونه هذا عليه درجة واحد هنقول أنه اختار كمان صح لأنه نحنا علامة النجاح عنا ثلاثين يعني هنحافز على العشرين حتى يرسو فإذا كانت سرعة السيارة تزداد فهي تطباطة طبعا خطأ فضلت عشرين وخسر ألام قم بالتسارع لا نسحبه للمكان الخطأ فضل علامته عشرين وخسر ما طبعا قعد المحاولة بيرجع للبداية اللعبة هون يعني المستوى هاد أما إذا أردنا أن نتعلم أكثر كونه ما عرف كونه ما هي يعني لم يجيب صح فهي الأسئلة وإجاباتها الخمس أسئلة وإجاباتها بينتقلنا هون بيتعرف عن السرعة بشكل مبسط كوننا عم نحكي عن مستوى أول وشرحنا حطينا أسئلة بسيطة فتشرح بسيط بده يكون فالمستوى التسارع هو طبعا اللي منقرأ هون منشوف أنه عم يشرح عن التسارع بسرعة بسيطة بشكل بسيط وطبعا في عنا فكرة أنه نحنا فينا إذا وصلنا لهون ما عد فينا نرجع إلا من البداية إجباري حتى نبدأ من أول وجديد ونضع كمان كلمة المرور يلي هي كلمة المرور بالشكل التالي طبعا مرجعنا مستوى أول ونتابع بالشكل اللي حكينا عنه ونضغط على الرقام ويعطينا الجواب وهكذا في كل مستوى تمام هي فكرة اللعبة التعليمية يلي حكينا عنها